موسيقى شاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين بولاي الحسن أمسي بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني برسم بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية بوريدة في دورتها الثالثة والعشرين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس والتفاصيل مع عبد لاطف بن طالب المركب البلكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن نهاية جائزة الحسن الثاني برسم بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها الثالثة والعشرين المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولد وصول سموه وجد في استقباله مولاي عبدالله العلو رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية وبعد أن استعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي هدت له التحية تقدم للسلام على سموه عدد من الشخصيات وتحت تصفيقات الجمهور الغفير الذي حج بكثافة إلى المركب الملكي للفروسية التحق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالخيمة الشرفية حيث تتبع سموه أطوار المباراة النهائية لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية وفي ختم هذه التظاهرة الرياضية الكبرى المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية برسم جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية لفئة الكبار وفئة الشبان وفي ختم هذه التظاهرة الكبرى أخذت للفرسان المتوجين صور تذكارية مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وطنيا دائما اطلع مجلس الحكومة المنعقد السبت برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة اطلع على عدد من مشاريع النصوص القانونية في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع قدمه وزير الصناعة والتجارة واطلع مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ومشروع مرسوم متعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنصيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحطات والخرائطية البحرية كما اطلع على مشروع مرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعدهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم وعشر البلاغ إلى أن مجلس الحكومة صادق في ختام أشغاله على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة في خبر آخر استأنف المطار الدولي ببني ملال أنشطته باستقباله أول طائرة قادمة من ميلانو بيرغامو وذلك بعد مدة من تعليق الرحلات بهذا المطار بسبب تداعية أزمة فيروس كورونا سكينة مسوية وباقي التفاصل المطار الدولي لمدينة بني ملال يستأنف أنشطته باستقبال أول طائرة قادمة من مطار ميلانو بيرغامو الدولي وذلك بعد مدة من تعليق الرحلات بهذا المطار بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا استأنف الرحلات الجوية بهذا المطار لقيت رحيبا من ساكنة جهة بني ملال خنيفرا وكذا من قبل مغاربة المهجر المنحدرين من هذه الجهة مطار بني ملال كيستقبل أول رحلة لشركة طائرة ريانير دات تكلفة المنخفضة قادمة من ميلانو بيرغامو على متنها 180 مسافر بنسبة تقريبا 100% وفي العودة على متنها 180 مسافر بنسبة الخطوط الجوية التي تفتحها من طرف شركة ريانير فهناك خط بني ملال ميلانو بجوج رحلات في الأسبوع وبني ملال برشلونة بثلاثة رحلات في الأسبوع الحركة الجوية لهذا المطار عادت بفضل الدعم الكبير الذي قدمه المكتب الوطني للمطارات ومجلس جهة بني ملال خنيفرا وسلطات المحلية بعد اتفاق مع شركة طيران غايا ناغ بهدف تعزيز الربط الجوي لتنمية السياحة المحلية وكذا الترويج لمطار يولب طموحات السياح المغاربة والأجانب وأفراد الجالية المقيمين بإيطاليا وبأوروبا ككل على سعيد آخر تبكنت المصلحة الولائية لشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعة الأولى من فجر اليوم تبكنت من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للبخدرات انطلاقا من منطقة سيدرحال الشاطئية وحجز حوالي 18 طن و243 كيلو جراما من مخدر الشيرة وأوضح بلاغ للمدرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية المشتركة أصفرت عن توقيف خمسة أشخاص متلبسين بنقل المخدرات المحجوزة على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع ومحاولة تحميلها على متن ثلاثة زوارق مطاطية سريعة بغرض تهريب عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ سيدرحال بضواحي مدينة الدار البيضاء وتبع المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش والتمشيط المكاني مكنت من ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات ومحركات بحرية قوية الدفع وثلاثة زوارق مطاطية سريعة ومضخات هوائية وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم تسخيرها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية في خبر آخر مشاهدين مع اقتراب الموسم الصيفي تتعبأ القنصولية المغربية السبعة عشر في فرنسا بشكل كامل لضمان نجاح عملية مرحب الفين واربع عشرين التي تشهد عودة مهمة للمغاربة المقيمين بالخارج إلى المملكة لقضاء عطلاتهم واتخذت القنصوليات سلسلة من الإجراءات لمواكبة عودة المغاربة في فرنسا إلى وطنهم وذلك من خلال تنظيم أيام مفتوحة وقنصوليات متنقلة وكذا اعتماد مناوبات وفي هذا الصدد أكدت القنصل العام للمغرب في باريس ندى البقال الحسني أنه مع إحداث نظام المواعيد عبر الموقع الإلكتروني أصبح عمل القنصوليات الذي يتم تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أصبح أكثر مرونة وتنظيم إلى الداخل حيث انعقدت ساد دورة الأولى لملتقى إلاف التصوف المنظم من طرف جمعية إلاف التصوف الدولي بجهة الداخل واد الذهب تحت شعار دور التصوف في خدمة الوحدة الوطنية للمملكة المغربية الشريفة يوشان فرحان ملتقى إلاف التصوف بالداخل في نسخته الأولى تظاهرة تسعى إلى التعريف بمجال التصوف وإبراز خصوصياته ومساهماته في تعزيز قيم التسامح والتعايش والإخاء ودوره في الدفاع عن الوحدة الوطنية للبلاد الملتقى توقف عند التصوف باعتباره ثابتا يؤهل المؤمنة ليكون مواطنا صالحا وفردا مساهما في نهضة بلاده الحضارية والاجتماعية إلى جانب التأكيد على دور أهل التصوف في ترسيخ مبادئ المواطنة والإخاء والسلم والتآلف من خلال تربية روحية تمتلك أفقا تربويا وتخليقيا متجذرا وأوضح المشاركون في الملتقى أيضا أن التصوف هو علم وممارسة روحية تبلورت في إطار مدارس كبرى تتمثل في الزوايا والطرق الصوفية التي تتميز بحضورها الوازن بالأقاليم الجنوبية للمملكة والتي اطلعت بدور مهم في تعزيز العلاقات بين شمال المغرب وجنوبه إلى بركان حيث استفاد حوالي سبعمائة نزيلة ونزيل بسجن المحلي من خدمات قافلة طبية نظمها مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بجهة الشرق تابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجنة نتابع بالسجن البحلي في بركان استفادوا من قافلة طبية تهدف إلى تعزيز الرعاية والخدمات الصحية والاستفادة من مجموعة من التخصصات الطبية شارك في القافلة طاقم من أكثر من 45 من الأطر الطبية وشبه الطبية وشملت تخصصات عدة مثل طب العيون وأمراض النساء والتوليد وجراحة الأسنان تأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية التي تنهجها مؤسسة محمد السادس والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز الخدمات الصحية داخل المؤسسات السجنية وتقريبها من نزلائها سفادة من مجموعه حوالي 700 معتقل ومعتقلة من هذه الخدمات داخل هذه المؤسسة في مجموعة من التخصصات الغداد والسكري طب العيون طب الأسنان خدمات هذه القافلة همت إجراء تحليلات طبية وتقديم استشارات وفحوصات إضافة إلى تنظيم أنشطة تحسيسية بتقديم مجموعة من النصائح العملية والوقائية دوليا المشاهدين سيشارك الرئيس الأوكراني فلودو بن زيلنسكي في قمة مجموعة السبع المقبلة المقررة في يونيو بإيطاليا عبر الإنترنت أو حضوريا حسب الناطق الرسمي باسمه سيرجي نيكي فوروف ولم يؤكد ولم ينفي نيكي فوروف مشاركة الرئيس حضوريا في قمة مجموعة السبع لكن على أي حال سيكون مشاركا عبر الإنترنت أو حضوريا وستكون طرق استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لتوفير مساعدة جديدة لأوكرانيا من بين نقاط البحث الرئيسية على جدول أعمال القمة التي تعقد في جنوب إيطاليا من الثالث عشر من يونيو إلى الخامس من هذا الشهر دوليا دائما حققت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك كلاودزيا شيمباوم فوزا كبيرا في الانتخابات الرئيسية التي جرت أمسي وفق النتائج الأولى الصادرة عن المعهد الوطني للانتخابات وقال المعهد الانتخابي للمكسيك في بيان إن كلاودزيا شيمباوم حصلت على نسبة تتراوح ما بين 58.63 و60.7% من الأصوات متقدمة على منافستها الرئيسية مرشحة المعارضة سوتشيل جالفيز التي يقدر أنها حصلت على 26.6 إلى 28.9% من الأصوات في هذه الاستحقاقات الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد ويعد الفرز السريع الذي أجره المعهد الانتخابي أولى تدقيق رسمي للهيئة المستقلة الذي يستند على عينة إحصائية تمثيلية من 5651 مكتب اقتراع بمستوى ثقة لا يقل عن 95% وستكون شيمباوم رئيسة بلدية ميكسيكو سيتي السابقة أول رئيسة في تاريخ المكسيك خلفا للرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أبرادور في أشان الدولية دائما اختتمت جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون أعمال في جونيف بسويسرا باعتماد عدة قرارات بعيدة المدى ووافق المؤتمر الذي استمر ستة أيام على حزمة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية بهدف تعزيز قدرات الاستجابة العالمية فيما يتعلق بالوقاية والرصد وإدارة حالة الطوارئ الصحية بما في ذلك الأوبئة وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدلوس أدهانوم جيبرسوس إن هذه التعديلات ستعزز قدرة الدول على اكتشاف حالات تفشي الجوائح والأوبئة المستقبلية والاستجابة لها من خلال تعزيز القدرات الوطنية لهذه الدول وتعزيز التنصيق بين الدول الأعضاء بشأن رز الأمراض وتبادل المعلومات بشأنها والاستجابة لها نعود مشاهدين إلى الخبر الوطني اختتمت منافسات النسخة الثامنة من دور سبع كاب الدولي لكرة القدم الخاص بالشركات والبقاولات والتي أقيمت خلال الفترة من 3 ماي إلى غاية فاتح يونيو الجاري بالملعب الكبير لمراكش هشان فرح الملعب الكبير بمراكش يشهد اختتام منافسات النسخة الثامنة من دوري سبع كاب الدولي لكرة القدم وهو دوري خاص بالشركات والمقاولات وبلغ عدد المشاركين في الدوري 600 لاعب ولاعبة وهو بذلك يعد تظاهرة تتيح الفرصة للمقاولات لتشجيع موظفيها من أجل تطوير روح الفريق وتسمح قوانين دوري سبع كاب الدولي لكرة القدم لكل فريق بالمشاركة في المباريات بسبعة عناصر على أن تضم لائحة كل فريق عشرة لاعبين كحد أدنى وأربعة عشر لاعبا كحد أقصى رياضيا مشاهدين فاز المتسابقان المغربيان يوسف أيتمسكوك وعزيز الراجي بسباق 42 كم ضمن التظاهرة الرياضية سونا سايد هاي أتلاس ألترا ترايل التي تجرى على مدى يومين بإقليم الحوز المتسابقان المغربيان يوسف أيتمسكو وعزيز الراجي فازا بسباق 42 كم ضمن التظاهرة الرياضية سونا سيد هاي أتلاس ألترا ترايل التي تجرى بإقليم الحوز وباحتلالهم المركز الأول في هذا السباق سيشارك أيتمسكو والراجي في سباق سير زينالة بسويسرا تظاهرة سونسيد هاي أتلاس ألترا ترايل تهدف إلى المساهمة في الإشعاع الرياضي للمنطقة وتشجيع المواهب المحلية من خلال تنظيم سباقة بمسافات مختلفة وفضلا عن البعد الرياضي لهذه التظاهرة يحضر العمل التضامني والاجتماعي في هذه الدورة من خلال القيام بمبادرات اجتماعية لفائدة المتدررين من الزلزال من ضمنها حملة لتوزيع ألبسة رياضية وتوعية تلاميذ المؤسسات التعليمية بأهمية الرياضة في الحياة اليومية ومساعدة التعاونيات النسائية المتخصصة في المنتجات الفلاحية وفي ختام فعاليات الدورة السابع والعشرين من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة أتحفت الديفا الأمريكية كايم بوريل الأيقونة الحية للموسيقى الكنائسية الزنجية جمهورة ساحة باب الماكينة التاريخية بحفل استثنائي وفريد من نوعه وتفاصيل معك هشان فرحان جمهور مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة استمتع في ختام المهرجان بعرض موسيقي من أداء الديفا الأمريكية كيم برويل برويل ذات الصوت الساحر صافرت بالجمهور في عوالم استثنائية للموسيقى الكلاسيكية الأفرو أمريكية والأوروبية وإلى جانب برويل أدت أصوات موسيقية أخرى سلسلة من المقطوعات الموسيقية الكنائسية الزنجية التي نالت استحصان الجمهور وتميزت الدورة السابعة والعشرون من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة ببرمجة موسيقية جمعت العديد من الفنانين والمجموعات الموسيقية للتعبير عن قيم الانفتاح والتعايش بشكل مشترك موسيقى إلى مدينة طنجة حيث انطلقت بقصر مولاي عبد الحفيظ فعالية أسبوع الموضة بمشاركة نخبة من المصممين المغاربة والأجانب باحتفاء خاص بالقفطان المغربي نتامح بقصر مولاي عبد الحفيظ انطلقت فعالية أسبوع الموضة بطنجة بمشاركة نخبة من المصممين المغاربة والأجانب مع احتفاء خاص بالقفطان المغربي الحدث يمكن من وضع طنجة على خارطة التظاهرات الدولية ذات الصلة بعالم الموضة والأزياء وتطور صناعة الأزياء والثقافة السياحية لا سيما من خلال مشاركة دار فيفيان وستود العالمية لأول مرة تعرف تنجة أسبوعا أو أياما للموضة وهي مساهمة بسيطة لنشر الثقافة المغربية عبر العالم خصوصا وأن ضيوف هذه الفعالية من الأجانب أتوا من بلدان كثيرة هناك مصممين من تركمنستان من كازاخستان من فرنسا من تونس من فلسطين الفعالية تتميز بمشاركة أيقونة الموضة ورائدة الموضة المسؤولة بيئيا فيفيان وستود كما تم بالمناسبة ذاتها عرض إبداعات لمصممين مغارب وأجانب ويحظى القفطان المغرب بدائرة الضوء في هذا الحدث باعتباره زي تقليديا يجسد ترنيمة الأناقة والتقاليد والثقافة العريقة جمعية الحرير والأندلس دأبت على تنظيم تظاهرات ذات الصلة بالأزياء واللموضة عبر العالم والتي يتم من خلالها إبرز جمالية وروعة الأزياء المغربية فعاليات أسبوع الموضة بيتانجا تندرج في إطار جهود نشر الثقافة والطرط المغربي عبر العالم لسيما من خلال المصممين العالميين المشاركين من مختلف الدول نهاية هذه النشرة مشاهدينك العادة للمزيد من الأخبار زوروا مختلفة منصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء